تصعيد أمريكي جديد ضد الميليشيات التابعة لإيران ينقل صراع المصالح بين واشنطن وطهران إلى مرحلة متطورة قد تحمل معها تغيرا في تعامل إدارة بايدن مع الملف الإيراني البنتاجون أعلن أن الجيش الأمريكي قصف ثلاثة مواقع لميليشيات إيران في العراق مخلفا قتلى في صفوف ميليشيا حزب الله وتدمير مقرات لها وكذلك أوقع القصف خسائر في القوات الحكومية التصعيد الأمريكي الأخير قوب لك المؤتاد بردود فعل من زعماء الميليشيات والمسؤولين الإيرانيين مع تواعد برد على هذه الهجمات طبيعة الرد كما يقول مراقبون قد تكون بعد استئذان الإدارة الأمريكية بقصف مواقع لها مع تعهد بعدم إيقاع إصابات تماما كما حصل سابقا عندما طلب الإيرانيون من ترامب السماحة لهم برد شكلي على مقتل قاسم سليماني وذلك لحفظ ماء وجه الإيرانيين أمام جمهورهم القصف الأمريكي لمواقع الميليشيات والقوات الحكومية وضع حكومة السودان في موقف محرج فلم تتخطى الإدانة الكلامية وإظهار امتعاضها من القصف الأمريكي لكن دون أن تتخذ موقفا تصعيديا أكثر تأثيرا فهي من جهة بحاجة للغطاء والدعم الأمريكي وبنفس الوقت يسيطر عليها الإطار التنسيقي المشكل من قبل الميليشيات المستهدفة وعلى هذا الأساس كشفت تصريحات قياديين في الميليشيات عن ظهور بوادر الشقاق بين زعماء الإطار التنسيقي الذين انشغلوا بالعمل السياسي وقادة ميليشيات منشغلين بالعمل الميداني ولا أدل على ذلك من تصريح زعيم ميليشي النجباء أكرم الكعبي عندما هاجم قياديين في الإطار التنسيقي متهما إياهم بحماية الوجود الأمريكي تحت غطاء سياسي صراع المصالح بين واشنطن وطهران يضع العراق مجددا على صفيح ساخن سيعقد المشهد الأمني وكذلك المشهد السياسي سيزداد توترا اشتركوا في القناة